حواديت الشانزيليزي والعلاقة بينك وبين إنجي المقدم حواديت الشانزيليزي الموضوع بيتدور في 1950 تقريبا يعني الأجواء اللي احنا عارفينها الأجواء الألوان الجمال اللي موجود في المرحلة دي الموضوع بيتكلم خارج إطار الرومانسية فيه دويتو أنا وإنجي وفيه كمان أربع ممثلات ماي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وفيه بنت اسمها سارع عادل هم الحكاية بين الشخصية رياض والخمس بنات دول الموضوع المرال الفيلم اللي نتكلم عنه إنه الحياة كانت فيها ألوان زمان كان فيه ألوان وإنك إنت لما تشوف لون واحد لما تبقى الحياة لونها واحد هيبقى أعمى الشخص يعني التاجر اللي شايف شايفك عبارة عن محفظتك بس هو شايفك لون واحد هو أعمى الراجل اللي شايف من الست جسمها بس هو شايف لون واحد فهو أعمى المتدين اللي شايف غيره كافر هو شايف لون واحد فهو أعمى الأفق بتاعتك ديئة جدا حاجة واحدة في المرحلة دي من 1950 هو السؤال اللي بنترحه هل إحنا بنتحول في وجهة نظر بعض للون واحد هل إحنا هنبقى عمي فهو سؤال بنترحه من خلال فكرة القبح والجمال هو إمتى القبح بقى يتحرك بشكل مستريح من خلال حكاية بنترحها جوه المسلسل حكاية أنه القبح والجمال راحوا بحيرة يعموا فيها فلما قلعوا هدومهم القبح نزل والجمال نزل بعدين القبح خرج ولبس هدوم الجمال ومشي فهو قبح لابس شكل الجمال هل هو ده اللي بيحصل هو سؤال لازم نقف عنده هل إحنا سمحنا للقبح أنه يتحرك بأريحية أنت شايف إيه إيات؟ أنا شايف أنه الأسئلة مطروحة وقابلة لفكرة أنه نواجه نفسنا بيها ونسأل هي المشاكل أي مشكلة إحنا رفضينها داخل المجتمع هل فرضت علينا ولا إحنا اخترناها طرح ما إحنا اللي اخترناها قادرين نغيرها فهل هنسمح أنه القبح يفضل لابس لبس الجمال ويدحك علينا فإحنا ده سؤال حواديث الشنزلزي من خلال شخصيات بعلاقات إنسانية مشاعر رومانسية حياة فيها ألوان وبنحذر أنه كان في حياة فيها ألوان عايزينها ترجع 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 مين المخرج ومين الكاتب؟ المخرج مرقص عادل هو مخرج لأول مرة اللي بتقوله قصته حلوة قوي 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 فعشان كده سألتك مخرج شاب واعي مثقف وداخل على المشروع ومدي المشروع بشكل حقيقي التأليف أيمن سليم ونهوها سعيد شباب برضو جيدين ويتناولوا لأول مرة كمان ويتناولوا حقبة تاريخية مهمة وصعبة وبنفس الوقت فلسفة عميقة وصعبة وكمان بيقدموها بشكل بسيط اللي يحسب كمان الإنتاج إنه لأول مرة انت بتشوفي مسلسل خارج رمضان بشروط رمضان يعني الأعمال الضخمة دي عادة متعودين نشوفها في رمضان في رمضان فإنه خطوة انتاجية مهمة دي خطوة قوية جدا لتحريك الصناعة في اتجاه تعالوا نخرج من سيزن رمضان مش لازم لما نقول أوف سيزن برا رمضان أو خارج رمضان فيكون المسلسلات الاجتماعية البسيطة اللي تمتديها نفس الأهمية مسلسلات ضخمة حقيقة لأن نبتدي نشوف نجوم رمضان خارج رمضان خارج رمضان صح دي أصبت حاجة أنكم ممكن تعملوها لأن فعلا السيزن كان كتير جدا ومسلسلات كتير حلو إنه هما بيوزعوا ده خارج رمضان وليدي فرصة للمشاهد إنه يشوف أكتر طبعا ويكون رايق حتى هو بيتفرج وفيش التوتر بتاع رمضان متوقع عرضه إمتى يا إياد يعني إن شاء الله في نهاية أكتوبر يعني مش عارف بالزبط إمتى لكن إحنا في المراحل الأخيرة في التصوير ترجمة نانسي قنقر